بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكو في أخبار الفن ترددت في الساعات الماضية أنباء عن استعداد الفنان الشاب هاني مهنة للاحتفال بخطوبتها على الفنان الشاب أحمد خالد صالح يوم الجمعة في حفل عائلي وبيكتصر على أسرة العروسين وذلك بعد نشر تصريحات منسوبة للموسيقار هاني مهنة إلى أنه لم يعلن فعليا عن خطوبة ابنته على أحمد خالد صالح حتى الآن لأنهما في مرحلة الاتفاقات وكل ما في الأمر أن وسيلة إعلام توصلت معه لما عرفت خبر الخطوبة وكان رده عليها اكتب اللي انت عاوزه معلقا دقلة أدب ليترك هاني مهنة الخبر دون تأكيد أو نفي حتى الآن رغم أن هاني دي وأحمد صالح بينهما صداقة قوية في الوزط الفني وظهر الاتنين أكتر من مرة مع بعض كدير بالذكر أن هاني دي مهنة شاركت في بطولة مسلسل حكايتي اللي عارض في شهر رمضان الماضي مع ياسمين صبري وفاء عامر ونهال عمبر وأحمد بدير ومه أبو عوف تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرغ كما شاركت هاني دي أيضا خلال الموسم الرمضان السابق في مسلسل زلزال مع محمد رمضان أما أحمد خالد صالح فيستعد لفيلم الجديد شريط ستة من بطولة خالد الصاوي وطار عماد وإخراج محمد سلامة ولدت هانادي في 28 يوليو 1998 وهانادي ابنة العازف والموسيقار والملحن هاني مهنة ابن محافظة الشرقية اللي عزف مع كوكب الشرق أم كلسوم في أغنية ليلة حب تزوج والدها ثلاث مرات ولكن هانادي ولدت من أم فرنسية درست هانادي إدارة أعمال في العاصمة الإسبانية بمدريد ولها ثلاثة أخوة ولكنها الوحيدة اللي ورثت حب الفن من والدها أسست مع والدها أكاديمية موسيقية لتعليم فنون الموسيقى واقتحمت التمثيل من خلال تجربتها الأولى بالمشاركة في مسلسل أفراح إبليس قدمت هانادي مهرجان الأسكندرية الدولي للغناء في دورته الـ 11 عام 2014 وعملت هانادي مهنة في مجال الإعلانات بجانب الفن وأشهد بها العديد من الفنانين على رأسهم أحمد رز وعمر متولي